كشف المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ناد برايس إمكانية استخدام قانون IUFM للعام 2001 الذي يسمح لبلاده بالتدخل العسكري في العراق حال وجود تهديد إرهابي وذلك ردا على سؤال أحد الصحفيين خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي يوفر لنا قانون IUMF 2001 السلطة التي نعتبرها ضرورية لاتخاذ الإجراءات الحكيمة عندما يتعلق الأمر بالتهديدات التي تشكلها الجماعات الأرهابية في العراق كما نؤيد إلغاء قانون IUMF لعام 2002